نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تراجع الحكومة عن صرف تعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش وتواصل المركز مع محافظة شبال سيناء والتي نفى تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صح للتراجع عن صرف تعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش كما شدت المحافظة على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل والأراضي التي سيتم إزالتها لصالح المشروع وتشمل التعويضات عدة بداء منها من بينها حصول المواطن على تعويض مدي عادل عن سعر الأرض والمبنى أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة أو قطعة أرض بمنطقة الرئيسة أو أي منطقة بمدينة العريش